مع اشتداد ظاهرة انخفاض الخصوبة التي تعاني منها كوريا الجنوبية من المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى مستوى 37 مليون نسمة بعد حوالي نصف قرن وتوقعت هيئة الإحصاءات الكورية في تقرير أصدرته اليوم أن ينخفض عدد السكان في كوريا الجنوبية بأكثر من 14 مليون نسمة حتى عام 2070 مقارنة مع الوقت الحالي ليبلغ 37 مليون و660 ألف نسمة وأوضح التقرير أن نسبة نمو عدد السكان في كوريا ستظل تحافظ على سالب 1 من 10% كمعدل سنوي خلال الخمسة عشر عاما القادمة ثم تزيد سريعا حتى تصل إلى سالب 1 و2 من 10% سنويا في عام 2070 وإذا صحت هذه التوقعات سيبلغ عدد الموليد الجدد في كوريا في عام 2070 مستوى 200 ألف فيما سيبلغ عدد حالات الوفاة حوالي 700 ألف ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا شهدت كوريا انخفاضا في نسبتي الزواج والخصوبة إلى جانب التنقلات الدولية الأمر الذي أدى إلى تبكير موعد انخفاض إجمالي عدد السكان بمن فيهم الأجانب بثماني سنوات من ناحية أخرى تمثل شيخوخة المجتمع تحديا كبيرا حيث يتوقع أن نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والتي تمثل 16% من إجمالية عدد السكان في الوقت الحاضر سوف تتجاوز مستوى 30% حتى عام 2035 ثم 46% في عام 2070